أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي نروح لتريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا تتكلمت عليه أول حاجة معايا حساب يلا كورا الحساب الرسمي يلا كورا على تويتر كولر السبب لماذا أصر الأهلي على إقامة المباراة الودية في استاد السلام مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورا قال له مباراة الأهلي الودية السلاسة ستقام في ملعب السلام بقرار من مرسل كولر والمصدر قال بما أنه ملعب المباراة الأساسي فالراجل فضل أن تكون كل المباراة الودية على الملعب بحيث أنه كمان يقدر يشوف أرضية الملعب يتعرف على الملعب اللي يلعب عليه كل مباراةه المحلية والإفريقية للأهلي حدد أن ملعب الأهلي والسلام يلعب عليه كل مسابقاته الرسمية خلال الموسم المقبل إذن هو رؤية أو هي رؤية فنية للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسل كولر الوطن السبورتي بيتكلم على ست تحديات تنتظر مارسل كولر في مباراته الأولى مع الأهلي أمام بيترو جيت أول حاجة التعرف على الفريق الراجل بالضبط بقى له عشر تيام منذ تولي المسئولية فبالتالي اشتغل على تدريبات واشتغل على معسكر داخلي بعد تعجيل المعسكر الخارجي وعمل نظام اليوم الكامل وبالتالي ما كانش بيدير أي لقاء فني خلال الفترة الأخيرة فبالتالي المبارات الوديها فرصة لمارسل كولر للتعرف على الفريق ده أول تحدي تاني تحدي أول تجربة للمدربة السويسري خارج أوروبا كلنا عارفين التجربة بتاعته كلها كانت في أوروبا يا إما في النمسا يا إما في سويسرا يا إما في ألمانيا لكن أول مرة يجي يشتغل في الشرق الأوسط وتحديدا في مصر فبالتالي ده تاني تحدي للمدير الفني اللي بقى له أكتر من حوالي 23 سنة مسيرة تدريبية حافلة خلال السنوات الأخيرة أبرزها طبعاً 8 سنين مع منتخب النمسا أفضل تصنيف وصله كان العاشر على مستوى العالم من خلال قيادة فنية لمارسل كولر التحدي التالت الصفقات الجديدة الصفقات الجديدة بالنسبة لمارسل كولر عايز أتعرف عليها يشوف إمكانياتها إزاي تقدر الصفقات الجديدة تنسجم مع الفريف في المباراة الودية قبل اللقاءات الرسمية شدي حسين مصطفى سعد أفضل مركز ممكن يلعب في إيه برونو سافيو الناس محتورة برونو سافيو هل رأس حربة صريح ولا لعب وينج طرف هل يلعب إزاي كل التحديات دي أكيد مارسل كولر هيشتغل عليها الفترة اللي جاي كمان حسم ملف الرحلين القيد المحلة هينتهي 10 أكتوبر فبالتالي فيه عروض ممكن لسه على بعض اللعيبة فالراجل ما حسمش إلا ما يتفرج عليهم في مباريات عشان يقدر يحكم مين يستمر مين ممكن يفيد الفريق لا مين يحتاج إعارة أو محتاج إعارة سنة أو سنتين ممكن حد تاني ما يفيدش الفرقة فالأفضل يتم بيعه فده تحدي مارسل كورر هيشوفه من خلال المباريات الودية كمان أول تجربة خارج التيتش كلنا عارفين المباريات الودية للأهل كلها بتتلاقي في ملعب التيتش لكن دي تجربة الأولى للأهل خارج التيتش خاصة كمان اللعيبة محتاجة تدخل بسرعة فيه جو المباريات كمان لما تكون المباريات الساعة أربعة العصر فأكيد الجهاز الفني عنده رؤية للفترة اللي جاية لما يلعب في تونس هلا يلعب الساعة أربعة هلا يلعب بالليل فالراجل بيحضر كل هذه التفاصيل خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة وآخر تحدي وأهم تحدي أن الراجل عايز يكسب ثقة الجماهير ثقة الجماهير دي ما بيجيش من فراغ بتيجي من خلال النتائج والأداء فبالطبع المباريات الودية فرصة أن الراجل يعمل أفضل نتيجة وأفضل أداء ولو أن الأداء في المباريات الودية أهم كتير جدا من النتائج لأن في النهاية أنت بتتحاسب على المباريات الرسمية ممكن تخسر الثقة المباريات الودية لكن تيجي تكسب في تونس ففي النهاية المعيار والأفضلية أنك تكسب في تونس وبالتالي دي التحديات للوطن سبورت رصدها بالنسبة لي مرسل لكلر خلال الفترة اللي جاية طب نروح كمان لحساب المصري الرياضي واتكلم على أن كلر بيدرس تخفيض معدل الأعمار في الأهل هي التفاصيل المتعلقة أن الراجل قدر الإمكان في التشكيل الأساسية اللي هيحاول يعتمد عليها يدفع بعدد من لعيب القطاع الناشئين عشان يبقى فيه معدل الأعمار السنية ينزل شوية ممكن 23 سنة 24 سنة بيبقاش في 28 وال29 سنة عشان على المدى البعيد اللي قال عنده مصم طويل بيقترب من حوالي بنتكلم مش أقل من 60-65 مباراة إذا تأهلت وفصت بكل البطولات ولعيبت كمان كاس عالم أندية مع الوضع في الاعتبار المباراة الودية للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي أو الشباب طيب ممكن يكون عندك رأفة خليل لعيب يلعب في النادي الأهلي وممكن يكون أساسي مع مرسل كولر ويتم استدعائه لمنتخب مصر في كاس الأمم الإفريقية اللي هتتنظم في مصر في شهر الاثنين اللي جاي في شهر فبراير اللي جاي فبالتالي أنت بتتكلم على تخفيض معدل الأعمار ده ده هدف لأي مدرب عايز يشتغل على المدى البعيد في الفترة اللي جاي نروح كمان لحساب كورا 11 وبتكلموا على الجزئة اللي كنت بتكلم فيها في بداية الحلقة رسمينا الاتحاد الأفريقي قرر خلاص زيادة الجواز المالية الخاصة بدوري أبطال إفريقيا بحيث يحصل الفائز بالبطولة على 3.5 مليون دولار أنا بأكد تاني أن النادي الأهلي ودوره في الفترة الأخيرة لما أتكلم على الاتحاد الأفريقي بعد أزمة نهاية أفريقيا أتكلم في شققين الشق الأول أن ما فيش عدالة أن المباراة النهائية تبقى من مباراة واحدة على ملعب بيتم تحديده قبل موعد المباراة النهائية بأيام قليلة أو شهور قليلة لازم لما أتحدد ملعب المباراة النهائية كان بيبقى من فترة أو بداية المسابقة وبالتالي ما تيجي تحدد الملعب النهائي في المغرب قبل المباراة بشهر ده مش عدل خالص وبالتالي الاتحاد الافريقي عشان يخرج من الازمة دي خد قرار ان السنة الجاية اللي هتبدأ ان شاء الله في شهر عشرة البطولة او المباراة النهائية ذهاب وعودة بنفس النظام القديم اللي كانت اخر مباراة فيه لقاء الترجي والودات كمال النادي الاهل لما اتكلم مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي من خلال بيانات الرسمية اتكلم على الجواز المالية كل المشوار التويل ده 13-14 مباراة وفي الاخر الجايزة 2.5 مليون دولار انا بصرف الرقم ده على مدار الموسم للارقام ما تزدش فجات فكرة دور السوبر وهتبقى ان شاء الله من الموسم اللي جاي لكن الموسم الحالي يمكن زوده بنسبة معينة وبالتالي البطل بعد ما كان بياخد 2.5 هيبقى 3.5 مليون دولار يعني الرقم بيقترب من حوالي 70 مليون جنيه مصري يعني يغطي التكاليف شوية مع المكافآت لكن في النهاية طبعا ما بيكونش فيه فائد بنسبة كبيرة بالنسبة للأندال كبيرة زي النادي الأهل لكن الأمر هيختلف كليا وجزئيا وكليا مع دور السوبر بإذن الله خلال الموسم القادم بإذن الله أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل بقى فقرات برنامج الترينت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة